أربعة أشهر من التظاهرات المستمرة في العراق كانت كفيلة بتحويل ثورة تشرين إلى حدث إقليمي وعالمي وأدخلت البلاد في مرحلة جديدة قد تكون بداية النهاية لعقد ونصف من الاستبداد والفساد العراق الذي لم يهدأ أهله منذ الغزو الأمريكي نكبات متلاحقة وانهيار متسارع في كل مجالات الحياة يتصدر لائحة الاهتمام العالمي فتتحرك الدول بعد تأن لتحميل الحكومة مسؤولية قمع المتظاهرين 16 دولة غربية أدانت بشكل مباشر الإفراط الحكومي والميليشيوي في قتل وجرح واعتقال وخطف المتظاهرين منظمات عالمية ومؤسسات حقوقية وإنسانية دقت ناقوس الخطر بعد ازدياد أعداد شهداء التظاهرات وجرحها هذه الإدانات تمثل بداية تحول سياسي في علاقات الدول الغربية مع حكومة بغداد لا سيما بعد ارتمائها بشكل كلي بالحضن الإيراني وتنفيذ أجنداته في ظل صراع المصالح بين واشنطن وطهران لكن هذا التحول لم يأتي من فرغ وإنما بفضل جهود المتظاهرين وقدراتهم على إقناع المجتمع الدولي بشرعية مطالبهم التي تغاضى عنها طويلا سلمية الحراك كان لها الدور البارس في إحراج العالم وإجباره على الاعتراف بحقيقة وطنية العراقيين والرسالة الإنسانية لثورتهم فرغم شدة القمع الذي تعرضوا له لم يثبت أن حملوا سلاحا أو أحرقوا مؤسسة حكومية وهذا ما زاد جنون السلطة التي تبحث عن أدنى ذريعة لتبرير جرائمها ضد الشعب الثائر ثورة تشرين ثورة طلاب الجامعات والأكاديميين والمبدعين والفقراء والأغنياء رجالا ونساء تقدم كل يوم صورا جميلة ومواقف جليلة من التعاون والتنسيق الوطني والفعاليات السلمية كل ذلك ينم عنوع سياسي وحس وطني لشعب علمته التجارب المرة وصقلت ثقافته النكبات المتتالية اشتركوا في القناة